والآن قبل الانتخابات تفاصيل مع سعارة سفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق ورئيس حملة المرشحة المصرية مشيرة خطاب سعارة الوزير مساء الخير أهلا 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 سيد عم سيد نور أهلا بحضرك فندم الأجواء عاملة إيه عندك محتدمة هو أهلا يا نور يعني طبعا خلاص فضل يوم نور بكرة م nodع ب райعنين لكن بعد بكرة بقى يوم الاثنين الساعة الECH هتبدأ الانتخابات بعد الجلسة الأولى للمجلس التنفيذي التي سأرعس فيها الوزير التعليم العقالي د. خلد العبد الغفار وتبدأ الساعة الخامسة للمرحلة أولى من الإنتخابات ودية بتدي بقى عارف يعني نظرة كده كيشفها على التوجهات شكلها ايه والتربطات كدت شكلها ايه والضغوطات شكلها ايه وبعد كده نشتغل بقى يوم بيوم على الناس ديت نحاول نجذب ده لنا نحاول يبعا كده يعني فيه شغل قاسي جدا بقى عتباره من اليوم الاثنين مساء ان شاء الله يعني من حوالي اسبوعين واثناء رجوعنا من نيويورك بعد اجتماعات الجمعية العامة الامة المتحدة تصادف اني قابلت بعالي السفيرة مشيرة خطاب كانت معنف على الطيارة وسألتها عن الاجواء يعني ساعتها كانت بتقول وبتتكلم عن انه لا يعني فيه دول معينة بتضغط بشكل يعني كبير مش هقول يعني يعني اشارت الى اي دولة ولكن يعني فيه فيه ضغوط جمدة جدا وكأنه السيناريو بتاع الوزير فاروق حسني بيتكرر دلوقتي مع الوزير لا مش بالزبط يعني لكن هو طبعا بيتكرر من ناحية فاروق حسني كان يعني له ظروف خاصة في تلك الفترة والحمد لله مش متكررة في فتراتنا اللي انا موجودين فيها بس النهارده بس ناحفر حظا انه كمان عنده دعم عربي غير الدعم الافريقي انه ما عندناش دعم عربي كامل وعلشان كده النهارده يمكن الوزير سامح شكري كان اطلق تصريحات يعني شديدة اللهجة تجاه قطر وقال لهم يعني مش كل حاجة يتم شرائها اليونسكو يعني لا يجوز شرائها ولا يتم شرائها زي ما اشتريته الفيفا من على كده بقول حركة الاجواء المحتدمة لان طبعا مع اقتراب الانتفابات لازم فيه يعني انه تتحط فوق الحروف بحيث انه فعلا هذه المنظمة هي منظمة اهمة جدا بالنسبة الانسانية كلها ولكن للأسف يتم التعامل معها من منطلق مختلف تماما سواء لارضاء احد انه يتولى منصب او ان دولة تحاول انها تتواجد بس لمجرد الوجهة السياسية والاجتماعية بقوتها المالية وده في حد ذاته ده خطر كبير جدا على هذه المنظمة اللي هي بتمثل ضمير العالم اللي هي بتعمل من اجل البشرية بتعمل من اجل التعليم بتعمل من اجل قضاء الرهاب هتحفظ على التراث والحضارة وبالتالي الامور يمكن انها يعني تتجه في اتجاه الاستخفاف الموجود من البعض انه مجرد ان هو لازم يكون له منصب دولي ويشترك بطريقة يعني لا تمثل مؤهلاته حتى على الاقل لكن احنا طبعا احنا مش عايزين نخش في جدال مع احد احنا يعني حملتنا اخلاقية تماما ولكن كان من الضروري ان يكون في قدر من يعني وضع انه وضع الحروف المحل الأخيرة واعتقد انه تصريح السيد الوزير سامح شكري اعتقد انه مصيف فيه ويلمس الحقيقة وعلى رجل تشوف الاجواء هنا محمومة وتشوف الناس بتلف على بعضها طب ما هو يعني تصريح الوزير يعني يعكس حاجات بتحصل هناك عندكم في باريس وكأن قدر بتحاول انها تشتري الاصوات لا طبعا يعني هو يعني من فترة طويلة وفي يعني مثل هذه الممارسات ولكن احنا كنا اتفقنا ان احنا ما نحاولش ان احنا يعني نخش في مشاكل جانبية ونركز على حملتنا لكن واضح انه الامور انه هما كمان بيستعملوا اساليب يعني غريبة جدا ويمكن اقول لحضرتك ان بعض البيانات اللي خرجت انبارح ولا تسلع ان هو ما يكون وراها احدى ازئي القوة او احدى ازئي الدول البيانات اللي هي من من منظمات مجتمع مدني بتدعو لعدم التصويت للسفيرة ممكن يعني هو احراك احنا دلتي في حرب مفتوحة بتستعمل فيها كل الاسلحة نفهم احنا كمان عندنا اسلحة يعني ان شاء الله ربنا يسطر بس في اسلحة يعني في جواباتكم يعني نا طبعا الوزير شكري وزير صالب انا عرفه من سنين يعني ووجوده كان مهم جدا احنا على اقل دعم او اعرف ايه ادى الى تمسك الموقف الافريخي ان الموقف الافريخي كان ممكن يفلت منك برضه مهم تجد الضغوط نعم لكن هو وجوده هو سيد موسى فقية من المؤكد ان هو جعل الموقف الافريخي اكثر تمسكا نعم هذا المطلوب في الايام الاولى في الانتخابات نحن نحفز على 17 صوت الافريخي نعم ان شاء الله نسعى اليهم انا بشكرك شكرا جزيلا وكل التوفيق لحضرتك وللحملة وللسفيرة مشيرة خطاب سفير محمد العربي وزير الخارجي الاسبق رئيس حملة المرشحة المصرية مشيرة خطاب لليونسكو من باريس شكرا جزيلا